موسيقى موسيقى فنأت الآن مباشرة إلى السؤال الذي استعدت بالله منه من السؤال، ليس من السأل طبعاً السأل أرجو له كل خير ولكم جميعاً وفعلاً أعوذ بالله من شر هذا السؤال النص قال لي إيش علاقة الآن النص؟ انتبهوا كلمة نص طبعاً عند غير متخصصين عند العوام، عند الناس العادين يعني طبعاً العوام اللي هم غير متخصصينها قد تكون أكبر طبيب في العالم وأنت عمي في الشريعة ويكون هو أكبر متخصص في الشريعة وهو عمي فطن القاعدة أن المتخصص في فن عمي في غيره ممكن حادي، وهذا لا يضيحه جراح كبير بس عمي في الشريعة فالسوف كبير عمي في الهندسة ما في أي مشكلة عوام الناس غير متخصصين يسمعون كلمة نص يظنون أن المراد بالنص دائماً في كلام علماء أصول الفقه هو القيل الإلهي تكست يعني القيل عليه لا 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 المقصود بالنص في لغة الأصولين علماء أصول الفقه يا أخواني القول الإلهي الذي لا يحتمل إلا معناً واحداً على سبيل قطعي انتهى هذا اسمه نص طب إن احتمل معناً آخر وإن كان مرجوحاً يصبح ماذا؟ ظاهر، هذا اسمه ظاهر، ظاهر ومؤول عاد واضح؟ فإحنا طبعاً مع النصوص لدينا مشكلة من هذه الحيثية ليش طيب؟ طبعاً فيه نصوص ليست نصاً بالمعنى الأصولي الخطب فيها يسير مثل نص إيش؟ والله يائسنا من المحيط والله إي لم يحضن هذا طلع مش نص طلع إيش؟ ظاهر، خرج ظاهراً الحمد لله، معنى مش مشكلة لا يقال إنك طعنت في صدر كتاب الله أبداً لم نطعن بالحاكس احنا أخذنا بالآية وقلنا هي ظاهر وليسة نصاً والأرجح لدينا أن المراد بها كذا وكذا كلام جميل، كلام علمي، أصولي، ما فيه واحد يستطيع أن يخطيه مبدئياً طبعاً ممكن ينتقد على هذا شيء ثاني لكن وين المشكلة؟ مع النصوص النصوص اللي عندها معنى واضح مثل ما استعدنا بالله منه؟ الميراث يعني البنت بنص كتاب الله البنت ابنتك لها كم؟ نصف أخيها من الميراث ما تقول ليش هذا ظاهر كلمة نصف وثلث وربع وثلث وثمن هذه ما فيه كلام هذه، نصوص هذه مش ظواهر فهل عنا مندوح أن نتحرك حتى مع هذه النصوص؟ هذا السؤال استعدت بالله منه وعنده كلام قديم فيه لحد الآن مخشعر منه، سيعمل لي مشكلة لا أكذب عليكم نعم ويعلم الله تبارك وتعالى كم أعاني في داخلي وفي ضميري ولكن يعلم الله تبارك وتعالى كما عودت نفسي وعودتكم أنا أقول دائما قناعتي إلى الآن لم أقنع إلا بما وصلت إليه والله لو اقتنعت بعكسي في أي لحظة أعود عنه مباشرة أنا أريد فكاك رقبتي يوم القيامة أنا أريد نفسي من أجل ماذا؟ بالعكس أنتوا شفتوا حتى الخطة التي أثير عليها إذا المسألة الشخصية لا تخدموا لي صحيح؟ هذه الخطة لعنتني كان ممكن أعمل عكس سماماً أنا أتكلم كلامي الفكري والعلمي والفلسفة من غير ما أستطمم بأي أشياء تعتبرت قطعية عند أي سائل العلماء أو معظم العلماء وأبقى رجوعان بعيداً عن السباب والشتام ولا أسب ولا ألعن وانا صحيح لكن أنا لا أستطيع من كتم علماً يعلمه تعرفون قضية اللي جاء أجل واحد مش فاهم القضيه بالمرأة العالم قال له المسألة قال له يا ابن هادي ما بتليق بيك سأل عن شاء الكبيرة قال له يا شيخ كتم علماً قال له أترك اللي جام وذهب يا شيخ قال له أترك اللي جام قال له وانصرف إذا أتانا من يحسنه وعلمناه جاء تعلمني ديني قال له أنت ما هذا يتنطع السفاء يعني قال جاي بخوف العالم وهذا هذا يحدث كثير من العوام يا شيخ أنصحك وأقول لك إتقى ما قرأت قويه رحم اللهم أعرف القدر نفسي عالم بتكلم عالم عالم مش واحد كده كل واحد يعلم مقامه فقال له أترك اللي جام واذهب إذا جاءنا من يحسنه يحسن الفهم كده علمناه وإلا منعناه بالعكس إحنا في حديث في مسلم عن يام علي مرفوع عن يقعي السلام خاطب الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله طب إيش معناه؟ معناه أنت ممكن تقف على معرفة أو علم من الكتاب والسنة يكون بحيث لو ألقيته إلى الناس أنكره وربما كذبه الله أو الرسول مثل هذا العلم يقال للناس يقول لي يبدأ بنفسك هتقول لي يبدأ بنفسك أنت بالذات يا عدنان إبراهيم ما الذي لا يفعل هذا وصح أعرف هذا تعرفون لي ماذا؟ لأنه ما في فرصة إلا أن أفعل هذا هم لا يفعلون أخوانا العلماء يعني زادهم الله من فضله وعاف الله عني عنهم ولا يحبون أن يفعلوا وبيجتمعوا من سبعين ثمانين سنة والأشياء هي نفسها تدور وتلف وتدور كما نحن فأنا أحببت أن ألقي هذه الصخور في البحيرة الراكدة لأرغمهم وأرغمني لأرغمهم وأرغمني على أن نفعل ويا ريت كان في إمكانية أن نفعل هذا في جو داما علمائي وفعن أن نتطور في العالم الإسلامي في جامعات إسلامية عريقة للأسف عكس هذا الذي يحدث يأتيك عالم كبير يقضي من عمره عشر سنوات يدرس موضوع النسخ وهو العلم مصطفى زيد يعني سقى الله وعهده وطيب الله ذكره وعالم كبير ورجل مجتهد ما شاء الله عشر سنوات يقرأ موضوعة النسخ لم يترك صغيرة ولا كبيرة أيها الإخوة لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أتى عليها وينتهى الرجل بعد ذلك أن القرآن فيه فقط خمس آيات وزعنا على ستة خمسة مواضع موزعة على ستة آيات هن المنسوخات فقط وأن كل ما عداه محكم يأتي علماء يقولون وهؤلاء الخمسة الآيات أيها الإخوة أو الخمسة المواضع الستة الآيات يمكن الجواب عنهن بإذن الله ويعود القرآن كله لفقاً واحداً من أوله إلى آخره محكماً غير منسوخ يتحقق فيه قول منزله لا إله إلا هو لم يأتيه لا يأتيه الباطل ولم يأتيه من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمة إلى اليوم في الأزهر المنسوخ ودرس النازخ المنسوخ ومنسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم ومنسوخ الحكم دون التلاوة ماذا عن الخصة هذه يا أخي؟ طب ما خلاص أنتوا جاكوا العلامة هذه وأقرتوا برسالة وأخذ فيها برضو أعلى درجة اعتمدوا كلامه تركوا من كلامة الزركج والصيوط ومع أن الصيوطي طبعاً يعني قال المنسوخات تسعة عشر تآية ممكن ننزل بها إيش إلى أقل من هذا أعتقد إيش تسعة أو إحدى عشر تآية جميل شاه ولي الله الدهلوي قال نفس الشيء ستة آيات فقط في فوز الكبير في أصول إلى آخرين لكن هذه الطريقة جمود رائعة تعرفوا كيف؟ هذا في باطنه وهذه مجازفاتي أنا أخوذ علي بس بتقوله في باطنه يحكي شيئاً من الوثنية تقديس التراث تقديس الأئمة تقديس الكتب الحمراء والصفراء فعنا كأنها مقدسة صح إحنا أجزنا مصطفى زيد وقدر يفحمنا وأثبتلنا أنه فعلاً بس يا أخي لا يمكننا تجاوز إحنا لا مقدس هذا كيف تتجاوزوا يا رجل هذا؟ إرجع إرجع دررسه خلاص وشطب على مصطفى زيد إيه اللعبث هذا؟ هذه الحلعبة فيها أخصم بالله لن نتقدم بهذه الطريقة لن نتقدم بعضهم يغضب غضباً شديداً إذا تشكك أنه النبي قال سحر يعني المفروض يغضب غضباً شديداً ممن نسب للنبي أنه سحر وتلعب به تلعب به واحد يهود كيكي وستة أشهر بهدل بحالده يعني يا رجل يا رجل والقرآن يكذب ويقول الله يعظمك من الناس وقالوا أنت تتبعون إلى رجلاً مسحوراً ها ورد الله عليهم انظر كيف ضلوا ها شيء هذا ضلال هذا قال لك لا إن سحر وتبهدل ويغضب إذا أنت يتدافع أن النبي معصوم ولم يسحر مش معقول الحديث متفرد فرد هذا هذا فيه هم يظن واضح أن يكون موضوعاً هذا مكذوب على عائشة مكذوب على حتى عروا ابن الزبير لماذا يا إخواني تشككون الناس في دينهم هو هذا تشككون الناس النبي مسحور كأنه حديث جميل هذا النبي مسحور يعني اقبل هذا وإلا قطعنا عنقك يا رجل وحنقول النبي معصوم الله بقول هيك يغضبون جداً عليك ليه لأنه عندهم البخاري مقدس مقدس كبير الأسانيل هذه مقدسة عجيب كأنهم يقطعون بأنه هذا حصل يا رجل هذا أسانيل عن عادي وخاصة بهذه الفرادة بهذه